ثنائية الناسوت واللاهوت الناسوت يعني الطبيعة البشرية واللاهوت يعني الطبيعة الإلهية ثنائية يعني أنه مزدوج كان منين طلعت هذه الفكرة؟ من أين ومتى؟ إذن فالأبيونين اللي هم مسيحيين متقدمين كانوا يقولون النبي عيسى كان نبي وكان عادي يعني ولم يولد من إله من الله يعني ثم ابتدع بطرك أنطاكيا بولس فكرة ثنائية الناسوت في شخصية النبي عيسى عليه السلام فقال إن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت يعني من الله إنسانا كواحد مننا في جوهره هو إنسان بسطينته من السماء وإن ابتداء الإبن من مريم ابتدأ من مريم موصر إبن صار ولد يعني وإنه أصطفية ليكون مخلصا للجوهر الإنسي يعني للناس كلهم صاحبته النعمة الإلهية فحلت فيه المحبة والمشيئة ولذلك سمي ابن الله يعني قال هو إنسان كان ولكن في صفة إلهية ثم انتشرت أفكار ألوهية المسيح وعبادته في القرون اللاحقة بناء على تأويل كلمة الأب والإبن الواردة في بعض الأناجيل في بعض الأناجيل وليس في كلها فقالوا باسم الأب والإبن والروح القدس فصار يقولون بعض الناس أنه إذن هذا ابن الله الأب يعني الله وهذا الإبن يعني ابن الله فتصدى لها أريوس تصدى لهذه الإلهية أو الدعوة إلى الإلهية وهذه الأفكار أريوس أسقف كنيسة بوكاليس في الإسكندرية كان كنيسة مسيحية في الإسكندرية في مصر فمن 250 إلى 336 هذا كان عايش الرجال القسيس أريوس تصدى بقوة للأفكار المغالية التي تقول أن المسيح هو ابن الله وقال بقوة وصراحة القديم هو الله والمسيح مخلوق والأب وحده الله الفرد الصمد والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب إذ لم يكن الأبن الله كان موجود ومسيح ما كان موجود فهذا ليس هو إلها يعني هذه كلمة الأب والابن كلمات مجازية هذا أريوس أسقف كنيسة بوكاليس في القرن الثالث الميلادي ونقل الشهر الثاني عن بولس الشمشاطي قوله إن الإله واحد وإن المسيح متى صار ابتدأ بمريم ابتدأ من مريم وأنه عبد صالح مخلوق إلا أن الله تعالى شرفه وكرمه لطاعته وسماه ابنا على التبني لا على الولادة والاتحاد يعني مجازا هذا ابن الله مو يعني ابن الله بالولادة يعني هذا على سبيل التبني على سبيل المجاز هذا بولس الشمشاطي كان يقول ذلك كما ينقل الشهر الثاني عنه عندما هذا يعني اعتدل في نظرته إلى المسيح وقاوم الأفكار المغالية المؤلها لكن ذلك لن يعجب البابا أليكسندروس بابا الإسكندرية وأسقف كرطبة الأنبا أوسيوس فطلب من الملك قسطنطين الكبير أول ما صار المسيحية أن يعقد مجمعا مسكونيا مسكون يعني عالمي مجمعا مسكونيا للرد على آراء أريوس فوافق الملك وأرسل منشورا إلى جميع الأساقفة في المملكة ليستدعيهم للاجتماع في مدينة نيقية مدينة نيقية التي تقع في ولاية بيثينية فذهب ثلاثمية وثمانية عشر أسقفا من كل أنحاء العالم المسيحي وحضر أريوس وأتباعه فعقدوا اجتماعا في سنة ثلاثمية وخمسة وعشرين بحضور الملك ودارت المناقشات فيما بينهم أن طبيعة السيد المسيح ما هي هل هو ابن الله كان ولا كان إنسان عادي ولكنه نبي يعني ووقف أريوس شارحا رأيه في هذا الاجتماع المؤتمر العالمي الكبير قال إن الإبن ليس مساويا للأب في الأزلية من أول يوم هو موجود وليس من جوهره ليس من طبيعة الله هذا وإن الأب كان في الأصل وحيدا فأخرج الإبن من العدم بإرادته وإن الأب يعني الله يقصد لا يرى ولا يكشف حتى للإبن لأن الذي له بداية لا يعرف الأزل هذا جديد صارد لا كل يوم ولد فهو ليس من الأزل موجود وإن الإبن إله لحصوله على لاهوت مكتسب يعني الصفة الإلهية اكتسبها بعدين ولكن هو طبيعة تختلف وهو مو إبن الله إبن الله يعني اكتسب على صفة إلهية على لاهوت مكتسب فحدث هذا أريوس قال الكلام في المؤتمر فحدث ضجيج بين القساوسة وصارغت لا أفن لا أنت قاعد قصر مثل ما عندنا الآن بعض الناس يقولون هؤلاء مقصرون هؤلاء كده هو مغالي ولكن التهم الآخرين بالتقصير فحدث ضجيج بين القساوسة وصادق الأغلبية على قرار حرم أريوس وأتباعه يعني طرده من الكنيسة وأمر الملك بنفيه وحرق كتبه وإعدام من يتستر عليها بهذه القوة صفوا المعتدلين المغالين صفوا المعتدلين بقوة السلطة كما يقول موقع الأنبا تكلا وأصدر المجمع البيان التالي ترجمة نانسي قنقر